المترجم للقناة تخفيض أسعار الفائدة بعد منتصف عام 2024 هنا لورا عندما ننظر إلى خطابات جيرانبول الأخيرة بكل تأكيد هو كان يميل إلى إمكانية البقاء على الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول طالما البيانات الاقتصادية لم تعطي إشارات جيدة بالنسبة للاقتصاد نحلل الأرقام الاقتصادية البيانات الوظائف يوم الجمعة لا تزال تعطي الإمكانية الجيدة بالنسبة للوظائف لم يكن هناك انكماش حتى الأرقام الأجور لا تزال مرتفعة 4% بالنسبة لأجور على الأساس السنوي وهي ما تعطي إمكانية أن التضخم قد يسجل بعض الارتفاعات بكل تأكيد التضخم والأجور مقترنين ببعضهم بالنسبة للأرقام الاقتصادية النمو الاقتصاد أيضا 5.2% لا تزال للربع الثالث من أقصد لورا النمو الاقتصادي لا يزال أيضا مرتفع فبالتالي النمو الاقتصادي الوظائف الأمريكية جيدة لحتى الآن مما قد تعطي إمكانية أن التضخم قد يسجل ارتفاعات قراءة غدا بالنسبة للتضخم الكور سي بي آي أو المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال عن 4% على أساس السنوي وهو أيضا مسجل ارتفاعات فبالتالي المخطط النقطي قد يعطي انطباع بأن أخفيض أسعار الفائدة قد يكون أبعد مما تتوقع الأسواق فبالتالي قد تكون نبرة تحمل قليل من التشدد لا تزال سقورية في مجلس الفدرالي الأمريكي أحمد دعني أنتقل إلى البنك المركزي الأوروبي الأسواق الآن تتوقع بداية الخفض في أيبرل هل هذا الاجتماع سوف يغير برأيك هذه التوقعات ويؤخرها؟ اعتدنا من لاغارد أن تذكر بأن التضخم لم ينتهي بعد لكن الأرقام الاقتصادية حاليا 2.4% تعتبر جيدة الخفاض من الذروة إلى 2.4% هي مسألة جيدة جدا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي النبرة للبنك المركزي الأوروبي تحديدا لغاك كانت تشير بأن الأسعار الفوائد مرتفع على ما أعتقد قد تتخلى بعض الشيء عن دفع أسعار الفوائد لإرتفاع دفع أسعار الفوائد لإمكانية تسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة خاصة بأن النمو الاقتصادي يسجع القراءات السلبية فبالتالي قراءة سلبية لربع قادم بالنسبة للبنك لأوروبا الاتحاد الأوروبي لإقتصاد الأوروبي قد تدخل الإمكانية الدخول الإنكماش دخول الركود فبالتالي بنك أوروبا لا يريد الدخول لمرحلة عام 2024 بالركود التضخمي ركود أعلى من المستهدفات والنمو الاقتصادي يسجل الكثير من السلبية فبالتالي قد تكون النبرة حذرة بعض الشيء من كريستين لغار تشير إلى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد فيما لو دعت الحاجة فيما لو دعت النمو الاقتصادي أو قد يفهمها الأسواق بأن تسجيل ربع قادم سلبي بالنسبة للنمو الاقتصادي قد يعني بأن إمكانية تخفيض الأسعار الفوائد بات على طاولة بنك أوروبا ماذا عن بنك أوف انجلند؟ بنك أوف انجلند معدلات الفائدة أو معدلات التضخم تبقى أعلى من نظيراتها في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة هذا ما كنت غلطاني السؤال هنا بالتالي متى برأيك سوف نرى بداية التخفيض لبنك إنجلترا؟ جولمن ساكس عم يتوقع بشهر أغسطس هل تتفقون مع ذلك؟ نعم لور على ما أعتقد أغسطس أو ما بعد أغسطس كما ذكرت هو الأكثر تضخم بالمقارنة بالاقتصادات الكبرى 4.6% على أساس سنوي الأجور 7.2% بعيدة كل البعد حتى أقام التضخم مما قد تعني بأن التضخم راسخ اقتصاديا في الاقتصاد البريطاني فبالتالي الإشارات بالنسبة لبنك بريطانيا قد لا تكون لإمكانية تخفيض أسعار الفوائد في فترة قريبة على ما أعتقد أن النصف الأول لن يكون هناك أي إشارة حتى لتخفيض أسعار الفوائد قد نبدأ أن نسمع إمكانية تخفيض أسعار الفوائد فيما لو سجلت التضخم تباطئ وصولا إلى 3% على سبيل المثال بالنسبة للتضخم لكن يحتاج الكثير من الوقت لما لا أن يكون بعد الربع الثالث في عام 2024 فبالتالي الاجتماع الحالي بالنسبة لبنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة قد لا يكون هناك إشارات تشددية خاصة مع انقسام المجلس هو على ما أعتقد المجلس الوحيد الذي يصوت على إمكانية رفع أسعار الفائدة عضوين إلى ثلاثة أعضاء دائما يصوتوا على إمكانية رفع أسعار الفائدة فبالتالي قد يكون الباب مفتوح لإمكانية البقاء على أسعار الفائدة لفترة زمنية أطول مما تتوقع الأسواق الربع الثالث قد يكون هو البداية لحتى التدخل الشفوي أو البدء النبرة الحذرة النبرة الحمائمية بالنسبة لبنك إنجلترا لكن الاجتماع الحالي لا أعتقد أن يكون هناك أي تغيير بالنسبة للسياسة الحالية بالنسبة لبنك بريطانيا هو بس للتفكير للمشاهدين مستويات التضخم في الولايات المتحدة تقف عند حدود 3% هذا ما نتوقعه لأرقام الـ CPI الصادرة الغدا في الولايات المتحدة بمنطقة اليورو أقل من 3% وآخر الأرقام في بريطانيا كانت عندها 4.6% أحمد سؤال أخير اليان كان سرجل قفزة أمام الدولار في ظل التوقعات بأن السياسة النقدية ممكن أن تكون أكثر تشددية في المرحلة المقبلة متى برأيك سوف نرى ذلك؟ وهل تتوقع المزيد من الخسائر للدولار أمام اليان؟ استفاد اليان من انخفاضات الدولار الأمريكي في الفترة الماضية يعني ربما رمية من غير رامي انخفاضات الدولار الأمريكي قد ساعدت اليان لتسجيل بعض المكاسب في الفترة الماضية عندما ننظر إلى السياسة النقدية دائما بنك اليابان يتج إلى تغيير دورة النقدية دورة السياسة النقدية عندما ينهي الفيدرالي الأمريكي دورتها حصل في آخر مرتين بالنسبة لبنك اليابان على ما أعتقد اتجاهات لرفع أسعار الفائدة قد يكون قريب بالنسبة لبنك اليابان بالرغم من أن الرهانات في الفترة الماضية على أن أرقام التضخم المرتفعة بالنسبة لبنك اليابان لم تكن إلا من الطلب الخارجي أو حتى عوامل خارجية ليست من عوامل اقتصاد الياباني لكن بنك اليابان أنا أعتقد حاليا قد علم بأن التضخم الموجود في اليابان هو جراء الاقتصاد الياباني بالتالي التدخل الشفوي قد لاحظنا في الفترة الماضية تغيير منحنة العوائد السندات في الفترة الماضية قد لاحظنا أيضا بالنسبة لبنك اليابان تغيير السياسة النقدية قد يكون في الفترة القادمة في الربع الأول من عام 2024 قد يكون وارد بالنسبة لبنك اليابان خسائر الين الياباني أو ربح الين الياباني مقارنة بالدولار الأمريكي قد يكون وارد في الفترة القادمة خاصة مع تغيير السياسات النقدية بالنسبة لفدرالي الأمريكي أو التوقف على أقل تقدير بالنسبة لعمليات الفوائد بينما بنك اليابان قد يتجه إلى سياسة تشددية في الفترة القادمة فبالتالي الانحراف بين السياسات النقدية قد يعطي الين الياباني القوة في الفترة القادمة لما لا أن يكون هو الحصان الأسود في عام 2024 ترجمة نانسي قنقر